بسم الله والصلاة والسلام يا رسول الحبيبي طلاب السنوي العام مادة اللغة العربية من المواد السهلة تعتبر سهلة مش صعبة بس مشكلتها ان هي متشعبة فيها فروق كتير جواه طيب انا يعني حاولت في الفيديو ده ان انا الميلكو الدنيا شوية بالنسبة لو حد عنده مشكلة في اللغة العربية النحو بيبقى بيمثل يعني صعوبة بالنسبة لبعض الطلاب عشان كده انا اجبتلكم معايا الملزمة ديت الملزمة ديت لازيزة وجميلة جدا وامبسطة الامور خالص في النحو يعني مثلا لما نبص على الفعل المضارع بيبقى حاجة من الاثنين ياما مبني على الفتح ياما مبني على السكون مبني على الفتح لو اتصلت به نون التوكيد زي مثلا والله لا يردقنه يبقى هنا النون ديت تتبقى الفعل المضارع ده هيكون مبني على الفتح لانه اتصل بنون التوكيد لكن لو اتصل بنون النسوة يبقى مبني يبقى كده المضارع ده مبني على السكون نون النسوة اللي احنا قلنا بتشير للنساء زي مثلا يتفوقن المجتهدات يتفوقن يلعبن يقرأن يبقى اي نون بتشير الى النساء يبقى كده الفعل المضارع ده هيكون مبني على السكون لكن لو النون توكيد يبقى مبني على الفتح طب هل الفعل المضارع ممكن يبقى حاجة تانية غير مبني على الفتح او السكون ممكن مثلا ممكن يكون منصوب وإحنا عارفين الكلام ده إمتى يكون منصوب لو سبقها بأن ولن وكي وحتى ولم التعليل والجهود والمعية وفاق السببية الفرق يعني يعني بوريكوا إن الملزمة ديت سهلة مش صعبة هفرق مثلا ما بين لم التعليل لم التعليل اللي بتيجي علشان بأذكر فيها سبب يعني بقولك مثلا الطالب يذاكر لينجح في الامتحان يبقى هي لينجح في الامتحان دي كده لام التعليل وينجح ده كده يبقى فعل مضارع منصوب لأنه سبقى بلام التعليل أما الفرق باللام التعليل ولام الجحود الجحود هنا اللي هي هتلاقي فيه قبلها في الجملة كلمة مكانة أو الملاقي كلمة مكانة المكتهد ليفشر مثلا مكانة أو ملاقي مكانة وفيه لام أعرف إن هي تلاقي الجحود يبقى الفعل اللي وراها على طول هيبقى مضارع منصوب بالفتح طيب يعني كده هنلاحظ إن الملزمة مش كبيرة صغيرة والملزمة ديت طبعا مش هلأ اللي عملها زب عزيز شاهين الملزمة ديت مسكة النحو كله بتاع المنحك تاخد بالزبط من النقوف علشان تمسكوا الملزمة ديت وتراجعوها مش هتاخد ساعة زمن تبقى أنت كده إيه قفلت النحو كله إنك تمسكها من أولها لأخير ده بالنسبة للنحو هسيب لك طبعا الرابط بتاع الملزمة في أول تعليق مراجعة الجمهورية أنا عايز أأكد على حاجة على مراجعة الجمهورية مراجعة الجمهورية من المراجعات المعروفة من قديم الأزل من زمان إن هي ما بيخرجش عنها الامتحان فلو أنت لسه ما عندكش مراجعة الجمهورية برضو هسيب لكوا الرابط بتاعها هي أربع وراءات هسيب لكوا الرابط بتاعها تحت في التعليقات جميلة عبارة عن أسئلة وأجوبة جايب لك الأسئلة اللي هي المتوقعة في الامتحان يعني أنا شاف إن هي إن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان لأن من زمان معروفة إن هي دائما بيجي منها الامتحان بس في نقطة عايزة نوح عنها إن إحنا ما نركز على حاجة معينة ونسيب بقية المنهج ما نركز مثلا على قصة اللي ايام ونسيب بقية لأ عايزين نركز على كل المنهج لأن زمان تشوفتوا في الفيديو اللي فات المستشارة أكدت إن الامتحان هيبقى متنوع وشامل جميع أجزاء المنهج يارب أكون في التوكو بحاجة في الفيديو ده وإن شاء الله برضو هحاول أجيب لكم حاجات تانية في اللغة العربية شكرا والسلام عليكم